براء الأقماز الصناعية من بغداد دكتور كنا نتحدث قبل قليل عن معركة تراوى عن استعدادات القوة العراقية لهذه المعركة إلى أين وصلت سمعنا منذ أيام ونحن نسمع بأن استعدادات جاهزة لبدء المعركة إلى أين وصلت بالتحديد لماذا لم تبدأ المعركة بعد مساء الخير عليك يا سيدتي الحقيقة المدينة مطوقة من ثلاثة أماكن كما تعرفينها مدينة شبه جزيرة تحيط بها الفرات من ثلاث أجزاء وكما تعرفين قد القوات تقدمت لهذه المنطقة أكثر من أسبوع وكذلك وضعت جسر من شواطئ المدينة باتجاه سنتر الموقع الرئيسي لهذه المدينة الصغيرة هناك قرى أيضا متفرقة شمال الجزيرة باتجاه المناطق السحراوية السورية إذن قطع طرق الامدادات عن هذه المدينة سبقت عملية الاستنزاف التي تستمر حاليا بضرب مواقع القيادات المسلحة المتواجدة في الدور والتي فخخت بعض الشوارع وأيضا فخخت كذلك بعض المناطق القريبة من نهر الفرات هذه المهمات يجب أن تنفذ قبل الدخول إلى المعركة وتنظيفها نهائيا أعتقد الساعات القادمة سوف تحسم المعركة في هذه المدينة نعم المراقبون قالوا بأنه بتحرير راوى دكتور عبد الحميد سيظل هناك أيضا مساحة تقدر تقريبا 18 ألف كيلومتر مربع يعني 4% من مساحة العراق هي بها صحراء ووديان يمكن لداعش أن يتمركز فيها ما مدى صحة ذلك يعني بحسب متابعتك وإلى أين ممكن أن يفر قادة داعش أو أفراد داعش اللي لم يتم القبض عليهم أو قتلهم في المعركة يعني مناطق صحراوية بعيدة المنان حتى على موضوع الرصد الجوي أحيانا ويحتاج إلى كثافة تدريب عالية المستوى للقيادات التي سوف تسيطر على الحدود المشتركة بين سوريا وبين العراق كل هذه الخبراء يؤكدون أن المنطقة تكون غير آمنة في المستقبل إذا ما يكون تعاون مشترك ما بين العراق وسوريا ولهذا هناك اجتماعات على مستوى عالي لإعلان بدء التخطيط المستقبلي لترسيم الحدود مرة ثانية وكذلك وضع قيادات مشتركة بين الجانبين وكذلك بناء الأبراج المشتركة وكذلك المخافر الحدودية لأنها كما تعرفين كل المخافر قد دمرت وأيضا جرفت المناطق القريبة من مدن وأصبحت كل المدن مستباحة من قبل قيادات داعش في السابق إذن المهمة القادمة هي مهمة الدولتين بين سوريا والعراق لترسيم الحدود مرة ثانية ووضع كذلك ضوابط لأمنية للحد من هامش عودة لتلك القيادات المدن الحدودية نعم طيب ماذا بالنسبة للمدنيين هل هناك خطة تم وضعها لإنشاء ممرات آمنة ومعابر لإنقاذ المدنيين العالقين يعني في راوة عند بدء العمليات العسكرية بما أنه الاستعدادات على أتمها وممكن أن تبدأ المعركة في أي وقت أعتقد المواطنين غادروا مدينة راوة منذ أكثر من ثلاث أسابيع بعد إعلان الدولة الحكومة العراقية وزادة دفاع عن بدء العمليات من لا يزالوا بالداخل؟ من لا يزالوا هناك؟ سكان أعتقد لا يوجود إلا المغرر بهم أكثر العوال قد خرجت بصورة سلمية بعد انتشار الرسال عن طريق الجو ورسال كذلك الرسال اللذاعية بخروج المواطنين عن هذه المدينة لا ننسي أن مساحة المدينة صغيرة جدا وحتى السكان قليلين متواجدين في هذه المدينة ونسبة إلى مدينة القائم أو مدينة عاني التي حرّت في السابق شكرا لك دكتور معتز موحي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري البحوط الأمنية والاستراتيجية كنت معنا عبر القماص طنعية من بغداد